موسيقى نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نسائلها بالعالم وحدات عسكرية لحماية مقارات سيادية في أربع ولايات وإيقافوا أكثر من 240 شخصاً بعد أعمال الشغب والنهب التي طارت ممتلكات خاصة وعامة خلال الأحداث الليبين اليوم بدء هو العمل بإجراءة الحجر الصحي الموجه بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل مع تواصل تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوين تسجيل وفاة 88 شخصاً بفيروس الكورونا في أعلى حصيلة منذ مارس الماضي وتكثف تدخلات مركز الطب الاستعجالي لتقديم الخدمات وإسعاف المرض منتصف الليل من تونس أننا بكم مفاد ناطق رسمي باسم وزارة دفاع الوطني محمد زكري لأخبار الوطنية الأولى منذ قليل أنه تم تعزيز الوجود العسكري في أربع ولايات هي ولايات سوسة وبنزرت والقصرين وسليانة وذلك لحماية بعض المقارات السيادية وأكد زكري أن هذا التعزيز هو تحسباً لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية ويشار إلى أن عدداً من المدن بولايات مختلفة من بينها سليانة وبنزرت المنسير ومنوبة ونابل والقايروان وسيدي بوزيت شهدت هذا المساء عمال شغب وغلق لطرقات رئيسية من طرف مجموعات من الأفراد إلى جانب عمليات كرن وفر بين هؤلاء المجموعات والأمنيين الذين قاموا بتصدي لمحاولات اقتحام مجهولين لفضايا تجارية كبرى ونهبها ولمركز أمني ومستودع بلدي وفرع بنكي وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة هذا وشهدت بعض المناطق في إقليم تونس هدوءاً هذه الليلة منذ قليل أكد ناطق ورسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أنه تم إيقاف أكثر من 240 شخصاً وقد تمكنت قوة الأمن والحرص الوطنيين من التصدي لكل محاولة النهب والسرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة تتوصل بعدد من معتمديات ولاية الجمهورية عمليات الكر والفر بين عدد من الشباب والوحدة الأمنية حيث أقدم عشية اليوم عدد من شباب حي الزهور من ولاية القصرين على غلق الطريق الرئيسي للحي وحرق الإطارات المطاطية وتعطيل حركة المرور مما استوجب تدخل الأمن لفضي هذه الأعمال وقد قبل هذا التدخل برشق الوحدة الأمنية بالحجارة مما اضطرها لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم هذا ويشهد حي السرور في معتمدية تصبيت له والآخر حالياً عمليات كارن وفر بين الوحدة الأمنية ومجموعة من الشباب وفي معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد أقدمت مجموعة من شباب الجهة على غلق الطريق الوطنية وعدد من الشوارع بحرق العجلة المطاطية وتجديس الحجارة مما اضطر الوحدة الأمنية للتدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإعادة فتح الطريق وفي ولاية نهبل وبعد أن تمكنت الوحدة الأمنية بالجهة ليلة أمس من السيطرة على أحداث الشغب التي شهدتها عديد المعتمديات شهدت معتمدية منزل بوزلفة مساء اليوم أحداث الشغب وعمليات كهر وفر بين عدد من الشباب وعناصر الأمن وفي عودة على أعمال الشغب الليلية التي عرفتها عديد المناطق في تونس العاصمة منها حيط ضامن وودليل ودوار هيشر وطبوربة والكرم وجهات من الجمهورية كبنزارت وسليانا والكاف المدينة وتجروين وسوسا والمونستير والقيروانة فقد أكدت مصادر أمنيان أحداث الشغب تمثلت في محاولات نهب وخلع لعدد من المحلات التجارية والمنشآت الحيوية والبنكية وفروع لمراكز للبريد إلى جانب حرق الإطارات المطاطية وإذرام النار في حاوية الفضلات بعدد من الطرقات واستهداف أعوان الأمن بواسطة الشماريخ إلا أنها بأت جميعها بالفشل بعد تدخل الوحدات الأمنية لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الوضع بتلك المناطق رغم تسجيل بعض الأضرار المدية الطفيفة شاملت بالخصوص واجهات بعض المحلات هذا وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أن قوات الأمن والحرس الوطنية انتصدت بإجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية بنجاعة ليلة أمس لكل محاولات الاستلاء والنهب التي طالت الأملكة العامة والخاصة في أحداث الشغب التي شهدتها عديد مناطق في البلاد والتي انتلعت بصفة متزامنة في تونس العاصمة وبعض الولايات وانطلقت بعد سريان حذر الجولان مفشرا إلى أن أغلب مرتكبي هذه الأحداث والذين يبلغ عددهم أكثر من 240 شخصا هم من القصر الذين يتتراوح عمارهم بين 12 و15 سنة وبعض آخر من فئة الشباب والذين تتراوح عمارهم بين 20 و25 سنة وكنا صادفنا في النشرة الرئيسية العميد وليد حكيمة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني لمزيد تقديم معطيات على الوضع الأمني وقد وصف هذه الأحداث الليلية بأحداث سرقة ونهب تحركات الاحتجاجية تصير في النهار نعرفوها تصير أمام مقرات سيادة لكن كي تصير قدام مغازات تجارية وكي تصير قدام فرع بنكي وكي تصير قدام مكتب باريد وقدام مستودع بلدي لهنا في قراءة بسيطة وتحليل بسيط للمؤسسات المستهدفة من نجموا وقولوا إلا كونها الغاية منها هي السرقة والنهب نلقى ونلقى وإلي كونه فهم مؤسسات صبغة مالية وتجارية قاعدة تستهدف ليلا في خرق لحظر التجول وكذلك للحجر الصحي الشامل هنا وزارة الداخلية تلقى روحها قدام خرق واضح للقانون ومتنجم كان تتصدله بقوة القانون ينطلق اليوم الاثنين العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجه بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل فيما يتواصل تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية إلى غاية الرابع والعشرين من جنف الجهلية تنتهي عند منتصف هذه الليلة فترة الحجر الصحي الشامل التي تواصلت على مدى أربعة أيام لينطلق العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجه وسيتم إعادة فتح الجوامع والمساجد ودعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ رواد المساجد إلى الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي بكل جزئياته وبمسؤولية ذاتية من جانبها ذكرت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ أنه بإمكان وسائل النقل العمومي بين المدن بما في ذلك سيارات اللواج خط أحمر العمل خلال الفترة الممتدة من الثامن عشر إلى الرابع والعشرين من جنف الجاري مع احترام توقيت حظر الجولان في الأثناء يتواصل تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطعين العام والخاصة إلى غاية يوم الرابع والعشرين من جنف بدخول الغاية وفي المقابل أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل عمل الإطارات والموظفين والعمل بكافة المؤسسات الجامعية ودوويين الخدمات الجامعية وفقا للإجراءات المعلن عنها من قبل الهيئة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وأعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة في بلاغ نصدر عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طلب المنظمة الطلبية الدعي لفتح المبيتات الجامعية طيلة فترة الحجر الصحي الموجه من الثامن عشر إلى الرابع والعشرين من جنفي وتوفير الأكل الجامعية طيلة هذه الفترة سجلت تونس في الخامس عشر من جنفي الجاري أعلى حصيله للوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ مارس الماضي وهي 88 وفات ومع انتهاء الحجر الصحي الشامل المنتصف هذه الليلة اعتبر عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا حبيب غديرة أن الحجر الصحي الموجه تطلب التدخل في المناطق الحمراء التي تشهد انتشارا لمستوى العدوى في آخر تحيين للوضع اللبائي في تونس جاء في بلاغ لوزارة الصحة مساء أمس أنه بتاريخ الهامس عشر من جنفي الجاري تم تسجيل 2166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفات خلال الـ 24 ساعة الماضية وهي أعلى حصيل في يوم واحد منذ مارس الماضي كما جاء في بلاغ وزارة الصحة أنه يقدر عدد المرضى المقيمين إلى يوم أمس بالمستشفيات والمصاحات 1921 شخصا وأن 379 مصاب بالفيروس يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة من بينهم 128 مصابا يخضعون للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص ومع انتهاء الحجر الصحي الشامل والتوجه نحو حجر صحي موجه اعتبر عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ببغديرا أن الحجر الصحي الموجه يتطلب التدخل في المناطق الحمراء التي تشهد انتشارا لمستوى العدوى بالمقارنة مع غيرها من المناطق داعيا إلى انتهاج سياسة تأخذ بالاعتبار خصوصية مختلف القطاعات والأنشطة في صورة تواصل تفشي الفيروس للتصدي للأثار الاقتصادية للجائحة كما اقترح غديرا انتهاج مقاربة أكثر شمولية في مواجهة الجائحة بإشراك مختصين في العلوم الاقتصادية ضمن فارق اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد-19 مواضحا أن إشراك خبراء اقتصاديين سيمكن من تحفيز الخيرات القطاعات والأنشطة الاقتصادية على النحو الأنجع في مواجهة هذا الفيروس في أخبارنا الدولية وقع وزير الصحة في حكومة تصريف العمالة اللبنانية اتفاقا نهائيا لشراء مليونين ومئة ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في الإصابات وعفق وزارة الصحة اللبنانية فإنه من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتبارا من فيفر القادم كما أنه يوجد تعاون مع القطاع الخاص لتأميل مليوني جرعة من لقاحة أسترازينيكا وسينوفارم وعلاوة على هذه الصفقات وقع لبنان اتفاقا لشراء مليونين وسبعمائة ألف جرعة من خلال منصة كوفيكس وهي برنامج عالمي تدعم منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة قتل سبعة عسكريين من القوات الحكومية اليمنية وقوات مولية لها أمس يثرى هجوم عنيف لمسلح جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية غربية البلاد وقال مصدر المحليين الحوثيين شنوا هجوما كبيرا على مواقع القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وبحسب المصدر نفسه فإن الهجوم عقبته مواجهات عنيفة خلفت عددا من القتل والجرحى من الجانبين في أخبار رياضة اكتفى المنتخب الوطني لكورة اليد بالتعاود بـ 32 هدفا مقابل 32 في اللقاح الذي جمعه بنظيره البرازيلي في ثاني جولة المجموعة الثانية وكان المنتخب تونسي قد انهزم في الجولة الأولى أمام المنتخب البولوني ليبقى في انتظار مواجهة المنتخب الإسباني نهاية النشرة مشاهدين الكرام وهتذكر بأبرز مجا فيها في هذه العنوين وحدات عسكرية لحماية مقارات سيادية في أربع ولايات ويقف أكثر من 240 شخصا بعد عمل الشغب والنهب التي طالت ممتلكات خاصة وعامة اليوم بدء العمل بإجراءات الحجر الصحي موجه بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل مع تواصل تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية الجمعية والتكوينية تسجيل وفاة 88 شخصا بفيروس كورونا في أعلى حاصلة منذ مارس الماضي وتكثف تدخلات مركز الطب الاستعجالي لتقديم الخدمات وإسعى في المرضى أشكر وانتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة